صباحك سعيد مجحم واليوم صحيح رح نحكي عن نبتة المورينغا ونشوف قديش هي مفيدة وقديش إلها فوائد عديدة على الجسم نحن ما بنعرف فيها أكيد صباح سعيد لجميع المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية ضمن برنامج يوم جديد اليوم رح نحكي عن هاي النبتة رح نشوف قديش إلها فوائد عديدة مع أنه كتير من الأشخاص ما بيعرفوا كتير مننا عبارة لما يكون عندنا أي نوع من الأمراض إن كان السكري إن كان ارتفاع بضغط الدم إن كان حتى أوجاع بالمفاصل عندي اضطرابات بالجهاز الهضمي دائما بنلجأ للأدوية ولكن كتير مننا أو القليل مننا ما بيلجأ لأنه نحن نعالج أنفسنا بالعلاج الطبيعي طبعا النباتات بأنواعها بتحتوي على فوائد غذائية عديدة في منهم إلو فوائد غذائية أكتر من البعض وفي للأسف أعشابه ممكن إنه نحن نكون عم نستخدمها بالطريقة الخاطئة ونكون عم بينقدي إنه نحن نضر أجسامنا أكتر ما نحن نفيدها بهاي النبتات فاليوم رح نحكي عن نبتة المورينغا رح نشوف قديش هي مفيدة كيف بقدر أستهلكها وشو هو الشكل اللي موجود فيه هاي النبتة طبعا هاي النبتة اشتهرت بآخر فترة كأنها تعتبر السوبر فود أو أحد الأطعمة اللي بتعطيني نسبة عالية جدا من الغذاء بتحتوي على نسبة عالية جدا من الأنتاي أكسدنس مضادات الأكسدة بتحتوي على الفيتامين A، فيتامين C، فيتامين E اللي هم كمان بيحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة بشكل كتير كبير فاليوم رح نشوف كمان مين هم الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا منها بأكتبر طريقة ممكنة طبعا مثل ما حكينا هي ممكن تكون نبتة مهمة جدا كأنها مضادة للالتهاب بنفس الوقت لها خصائص بتحمي الأنسجة والعديد من الفوائد الأخرى لما نحكي أولا عن الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا منها وخاص الأشخاص اللي عم يعانوا من ارتفاع بالسكر دم الارتفاع بالسكر بالدم بيكون بسبب مأكولاتنا الخاطئة اللي ما بيكون إلها كنترول أو إلها نظام بأكلي فاليوم نحن لما نحكي عن هاي النبتة رح نشوف كيف ممكن مريض السكري أنه يستفيد منها بشكل كتير كبير طبعا نحكي عن الوقاية من السكري لما نحكي عن أمراض القلب لما نحكي عن فقرة الدم التهاب المفاصل حتى أمراض الكبد الأشخاص اللي عندها اضطرابات تنفسية جلدية أو خدمية ممكن يستفيدوا منها بشكل كتير كبير طبعا لما نحكي عن السكري بتساعد أكيد بتقليل بعض أعراض مرض السكري وخاصة للأشخاص اللي عندهم ارتفاع سريع بسكر بالدم لما نشوف تركيبة هاي النبتة رح نلاحظ أنه فيها نسبة عالية جدا من الألياف طبعا هي بتحتوي على اللون الأخضر مثل ما نحنا شايفين مثل الباودر هاي النبتة بتحتوي على نسب عالية من الألياف جدا لما نشوف نسب العالية من الألياف رح نحكي عنه مريض السكري دائما اللي ممكن هو يقدر يتحكم بالسكر بالدم بسبب نسبة الألياف العالية الموجودة بهاي النبتة فهو مش بس أنه رح يقدر يتحكم أكتر بنسبة السكر بالدم ولكن أثبتت دراسات أنه هاي النبتة عندها قابلية أنه تقلل من امتصاص السكر وخاصة عندها دول الأشخاص وممكن أن نحنا نخرج نسب أعلى من السكر من الدم وخاصة نفس الوقت أنه نستفيد من فكرة الألياف اللي هي أكيد بتعمل على تبطيء أو بطء امتصاص السكر بالدم وأكيد كيف نحن عم نتحكم فيه طبعاً لما نحكي عن الكبد بتحتوي المورينغا على تركيبات الفلافانويدز اللي هي بتحمي الجسم بشكل كتير كبير وخاصة الكبد وبتحمي وظائف الكبد فنحن لما ناخد منها رح نلاحظ أنه عندي الفونكشن تبع الكبد بيتحسن أو الأداء تبع الكبد بيتحسن بشكل أفضل وأسرع طبعاً خصائص مضادة للجراثين بتحارب كافة الفطريات اللي بتسبب العدوى على الجلد وخاصة الأشخاص اللي بتعاني من الأجزمة عندهم على الجلد ممكن يستفيدوا منها بشكل كتير كبير أما للأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات بالجهاز الهضمي كمان ممكن أنه نحن نستفيد منها بنشوف كتير أشخاص عندهم حساسيات معينة من الطعام أشخاص آخرين ممكن يتدايقوا من أكل معينة يسبب عندهم الانتفاخ أو حتى يكونوا بيعانوا من بكتيريا معينة موجودة عندي بالجسم أثبت الدراسات إذا نحن بناخد هاي النبتة على شكل يومي رح يفيدنا بشكل كتير كبير وخاصة هدول الأشخاص اللي عم يعانوا من التهابات بالمعدة أو حتى أي نوع اضطراب بالجهاز الهضمي بتساعد هاي النبتة إنها تساعد الجهاز الهضمي أد ما بتقدر إنه يكون عندي حركة سهلة ما يكون عندي إمساك وخاصة الأشخاص اللي بتعاني من الإمساك المزمن اللي هو فوق الثلاث أيام ممكن تساعدهم بشكل كتير كبير بتتخلص من البكتيريا الضارة عندي بالجسم وخاصة الأشخاص اللي بعانوا من أنواع بكتيريا بتعيش عندهم بالقولون ممكن أنه يستفيدوا منها بشكل كتير كبير فإذا اليوم حكينا عن نبتة المورينغا شفنا أنها لها فوائد عديدة مثل ما حكينا خاصة الأشخاص اللي عم بعانوا من مرض السكر مرض الأمراض بالقلب أمراض الكلا من نفس الوقت الأشخاص اللي عندها اضطرابات التنفسية أو حتى أمراض بالجلدية أو الهضمية حكينا عن هاي نبتة قديش هي مفيدة لهدول الأشخاص خاصة لأنها بتحتوي على نسب عالية من الفيتامين A، فيتامين C، فيتامين E الكالسيوم، البوتاسيوم، والبروتين بنسب عالية وما ننسى كمان الأحماض الأمينية اللي بتحتويها هاي النبتة طبعا لما نشوف الشكل الآتي ممكن الأشخاص ما تحب أنها تشربها بشكل كتير كبير لأنه لونها مش كتير مشجع ولكن ممكن أن نحن نضيفها على العصائر ممكن نضيفها على أي نوع من الشربات أو حتى السلطات يفضل أن نحن ناخدها كأنها مشروب ساخن لنستفيد منها بقدر أكبر ما يمكن وتساعد على الامتصاص بالجسم للأسف إذا حطناها بمي باردة وأنا جربت هذا الشيء ما قدرت أني أدوبها بالطريقة الصح فعشان هيك للأشخاص اللي بتحب أنها تشربها باردة ممكن نحن نحطها بمعلقة طعام مي ندوبها وبعدين نزيد المي البردي فإذا ندوبها بالمي الصخني بعدين نزيد مقدار أكبر من المي البردي طبعا طعمها مش هالقد مشجع ولكن نفس الوقت فوائدها بتشجع أكتر الأشخاص أنها تستهلكها ولكن طعمها شبيه للشاي الأخضر البارد فخلينا أدوبة نحن نحاول أن نبلش نستهلكها على شكل يومي أو شبه يومي لنستفيد أكيد من فوائدها الكمية المسموحة يوميا هي نصف معلقة شاي كابتداء بعدين كل أسبوع بنضيف نصف معلقة لنوصل لمعلقتين شاي كحد أعلى فإذا أول أسبوع أنا باخد نصف معلقة شاي إذا عم باخد على شكل يومي ثاني أسبوع باخد معلقة شاي كاملة ثالث أسبوع معلقة ونصف من الشاي ورابع أسبوع كحد أعلى بنوصل لمعلقتين شاي باليوم يفضل أنه نحن ما ناخد أكبر من هاي الكمية لأنه مثل ما بنعرف كل الأعشاب كل النباتات صحيح لها فوائد عديدة ولكن كترتها ممكن تكون ضارة على جسمي أكتر من فوائدها فإذا ما تنسوا هاي النبتة اسمها نبتة المورينغا لها فوائد عديدة وخاصة إذا عم ناخدها بالشكل الطبيعي اللي هو الأورغانيك 100% إن شاء الله نكون استفدنا بهاي الفقرة التغذية رحشوفكم أكيد يومة الثلاثاء لنحكي بموضوع جديد بالتغذية ويحكون موضوعنا عن الإمرأة الحامل المرضعة كيف ممكن إنها تخسر وزن ومن نفس الوقت تكمل الرضاعة الطبيعية بشكل طبيعي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ونشوفكم نهار التلاتة نهاركم سعيد